قبل ما نبدأ صلى عن النبي وقصتنا النهاردة عن الشيطانة بتدخل جوا جسم قاضية وبتعاكب المجرمين وده بسبب غلطة عملتها في العالم الآخر فهي ترى تنافذ ممتها ولا لا ده اللي نعرفه بس لأول مرة تشوفني اشترك في قناة إزميلي وما تنساش اللايك وسبسكرايب والشير ويلا نبدأ الجزء بيبدأ مع كانغ وقت ما شافت هين قدامها وبتكون مستهربة ان موجود بس بيعرفها في النجاق علشان يسكن قدامها علشان يعرف انا حاجات اكتر وفجأة قلبها بيدقه وبتتعب بشكل كبير وبتقع وهو بيستغرب وتحضنه ومش عارف اللي بيحصل لها ده وبيقرر يروح ياخدها لما شفى على طول فاليوجه بيوصله وخايفين انها تموت بس هنا بتفوق مش عارف اللي حصل لها وهان بيتطمن عليها فبتروح تفحصها ومش عارف ليه يقوم عليها رغم ان ما فيش في اي حاجة والدكتورة بتعرفها في ان دفسها بالتوتر واللي يكون موقف خلاها كده واللي بتفتكر هان وان هو السبب ان قلبها دق قوي كده ومش عارف انها زي تتجنبه وبتروح تفكر فبتروح لهان اللي بيكون الان عليها وبيقرر انهم يروحه سوى بما انهم بقى جران وبالفعل بتمشي ومش عايزة يباين اهتمامه بيها للدرجة دي وعاوز يعرف عن شخصيتها اكتر من مرة في حين ان ميجا بتعرف جانويو انهم يفضل مع بعض على طول وبيقرر يساعدوها وانما بتشوفوا ان الان وكان غاوصلوا وبتكون مش طيقاء خالص والباقي بتطمن عليها وبتكون ميجا لستة مش طيقاء خالص وبتكون اعزاها تموت وتروح المشرحها وبيفضل هم يتنم مش طيقين بعض خالص وبتخوفها وتمشي على طول فكان غا بتكون مش طيقاءها وميون غا بتشوفها وبتروح تجري عليها وعايزة تتمي بنفسها وتروح معها للكنيسة عشان تتمي بنفسها بشكل كبير بسها مش بتحب ده وبتروح تجري منها على طول وعايزة تاخد الناس للكنيسة وخلاص فان بيطلع وبدخل في الشقة لقصة كانغ ونوي يستقر فيها علشان يتابع كانغ على طول وبيفتكر وقت ما شاف ان كانغ كانت هنا ويسابة الكنز دي زي ما كانت بتعمل على طول وشاكي كان هي لقتلة الاشخاص دول وبدأ يمسك اول خط ليها في القضية فبنروح لجولي بروح لكانغ وعايزة تعرف هان بحقيقته وخلاص وعايزة تعرف ايه هي حقيقة كانغ بثنين وشايفها في النواقية بيشك فيها وبيشوفوا ان ايه لا يحصل لو مسكوها وشايف انها كده تتحبس اصلا وبتزع فيه وعاوزها يبقى سريع وهو بيدور على حياة كانغ وفجأة ليه بترسلها عشان تقبلها اصلا فبيعد البقية بتمشي من غير معاني يشوفها بس في الحياة وبيروح وراها ويعرفها ده وفجأة مش بيلاقها خالص وبيفضل مش عارف يلقى بالفعل فبتروح عندي ليه بعد ما يربت منهان واللي عايزة انها تضربه بس بتكون عايزة انها تروح معها اخر الاسبوع علشان في الشياطين وصلوا لكوريا واللي ممكن يكون ستان واللي لو وصل وعرفها فممكن يقفوا الشبايل وبكده مش هتتعاقب فبنروح لجول اللي بيوصل للمدرسة دي وبيكون بيمثل انه بحاس عن كانغي بثني وانه بيدور عداف السر وعاوز يعرف ما يمت عنها واللي بتقول انها كويسة وزكية على طول وبيكون عاوز يعرف كل حاجة عنها حرفيا فبيخلصوا بيروح جارية كانغي وليه وبيمشوا واستمتبع منهان اللي بيوصل ومش بيلاقي حد موجود وعشان كان بيقرر يدور عليها كتر من مرة لغاية ما بيدخل لما كانت طبق ده واللي بتفاجئ انه كل اللي فيه شياطين اصلا وبيكون مستغربة مرعوبه بيقول انه جاي من كانغي واللي بتروح تلحقه وبتعرف ان الصائق بتاعها واسمه بوبي ولما بيكون الشخص ده شايف انها سفلة كتير بيعرفوا في انها جوستاتيتا وطبعا بيترابوا منها والكل بيحياه على طول وبتعرفان فانه كل الشيطان هنا فلازم يخرج وبيروح يشوف ده بالفعل وبتصدم من كل اللي بيحصل اساسا ومش مصدق اللي شايفه ده خالص فبيروح يكلموا عن ستان وكليوم اللي بيكون مش فاهم وعشان كان بيعرفوا فانه كل حاجة حصلت قبل 26 سنة واللي بتكلم عن ان الشيطان اللي كان في اصل ملاك وتعاقب وبقى الشيطان بيحكم في الجحيم بس فيهم ستانة مرض على بيل وانه وقتها ما عرفش يزم الشيطان وعشان كده هرب بس كان مع كنز الشيطان واللي ممكن يعيش بك بشري بس لازم يكون في شرط ومع كليوم وفي يوم هم الانتين اختفوا خالص وهنشايف من دكرة سخرافية وعشان كده كان غير بتعرفوا في ان الستان تهرب مع كنز روسيفر واللي بيكون كله بدور عليه وبيمثلوا انهم شياطين علشان ما حدش يشك فيه وبيتروح تمشي بدل ما يموت هنا وبيكون صدق اخير انها شيطانة ومش عارف اللي بيحصل وشايف انها في المركز التالب بعد بيل وسطان وشايف ان كل الشيطان هنا عشان يعمله مهم محددة وبتخليه مش على طول بدل ما يموت وبتكون مش طيقة خالص فبيعدل وقته وبيمشو وكانت تعبنى من الكعب ده ومش قادرة تطلع السلم وبتمشيهم وبيروح يوزع الطعام الاشخاص الكبار في السن دول وبيكون بيتموا بكبار السن اللي بيبقوا على المعاملة كويسة دي واللي هان بيشوفوا انه بيبكي وبيروح يواجه هانفه انه هيقول عليه علشان هاشوفه بيبكي ويقول ليه ما يقتلوه ولا لا خاصة انه عارف انه انسان ما الشيطان وبيكرروا انهم يحتفظوا بأثار بعض وبيروح يدروا كارتو علشان يتصل بيه لو عاوز اي حاجة وعاوز يعرف جوستا تيتا بيتعش في الجسم كان غليق بس بيرفض يعرفه وبيكون عاوز اي بدعنها خالص ويمشي فبتروح توديع زمائلها ده ومش عايزت قبله تاني بعد التعب ده وهم بيقول انها تتكلم بطرقة كويسة زيها كده وده بيخلق البهدو اكتر وبيمشوا وبتكرر انها تمشي الوحدة وبلاش يروح معها علشان يابتحس بالمرضوية معاها وبتجي ماشية بتكون مش قادرة بسبب الكعب بتاعها ده وبترفض تخليه سعادها خالص فبنروح للجل بروح للكنيسة وهو مش قادر وبيكرر يروح ومش عايز يسمع اللي بيقوله ده والحان بروح يشوف الكلام وبيبدأ يشوف كل حاجة والكل بيرتبك لما بيشوفه كده فبيمشوا سوا وبينغي عايز ان كانغ تنضم ليهم فبنروح لهان اللي بيوصل لكامو السيوكو بارك وبيعرفه من كانغ الشيطانة وكرر ان يفضل معاها وعايز يلاقي دليع الكلام ده اصلا ومش عارف لقى اي بصمات على الكنز ده وفجأة بيلاقي بلغ من شخص علشان زوجته وبنته تقتله وبيفضل يبك بشكل كبير عليهم وبيقول ان اللي عمل كده هو وبيضحك ومن الواضح انه مقبول فبيخدوه استقلاء الكل وحضرهانه وكمله هناك وبيشوفه اللي حصل وبيدخيل كل حاجة حصلت فعلته زمان وقاته ما شوفه القاتل ويمشي عشان يهدى وكام بتلاحز ده وبيكرر ان يمسك المجرم فبيروح يحققه مع ينغ ده اللي بينكر انه مقتلش اي حد من عيلته وبيحاول يصب عليهم وبيعمل نفسه انه مش فكر اي حاجة وبيفضل يبك بشكل كبير وهان وكم بيشوفه ده فهان بيحققه معاه وبيسأله في انه لقتل عيلته واللي فجأة بيكون مش عارفه وفين وبيلال انه فيه اكتر من شخصية جواه وبيتكلم بكتر من شخصية وانه بيقول انه ده مرة ومرة ينغ وانه قتله عشان زوجته كان بيبص الجوزة بشكل قليل وعمل كده عشان صاحبه ينغي ببسط بدل ما يكون خدامه عندها وحرفية ما حدش عارفه كم شخصية قدامه وفي شخصية بتكون ضعيفة وشخصية بتكون قوية وبيضرب نفسه بشكل كبير لغاية ما بيغم عليه وهم بيوقفه فبيروح يفحصوه وشاكين في حالته النفسية ومش عارفين انه تمثيل ولا لا فبيروح يحققه معه تاني وبيحاول يقع في الكلام وبيتصرفون مرض نفسي فبيروح لكانغ اللي صانو ينغي بيطمنوا عليها بعد ما مرضت وبيتسألهم عن صراع قلبها واللي بتروحه مش عارفة يعملها فجيب بيقول لها قضايا مش محلولة وبيجب قضية القتل وعايزة يبحث عن ده بما ان اللي منته ثلاثة وبالفعل بيروح يبحث عنه في حالة ان كانغي بتكون بتتفرج على الدراما وفجأة بيجي وبيعرفها اسمه وبيتكرر تشوفها في السجن بيبكي وشايفة ان حتى لو مجنون فهو لسه قاتل فما بتروح ليانغ ويمثل اللي حصل واللي بتحاول على طوله بيصدمها وبيخدوه على طول فما بتمشي وبتندم انها خلى بنتها معاه وبتجيب لهم قتلها عليها وبتبكي كتير هي وبنتها الثانية دي وبتتعب كتير في حين ان كيمو هانوي صوب وبرك بيحققه وبيشوفوا ان يانغ غلط اصلا فبنروح لجانغ اللي بيكار اتفق مع كانغ اللي بتكون تعيينة فقدية محددة وهانوي زمال اللي بيعرفو ده على طول فبتروح تقابل هان وبيتمنى لها حظ كويس في محاكمة بكرة بس اللي بتفضل مش عايز الحظ ده فالكل اللي بيكون مش طيقه خالص وبيتروح تحقق والإدعاء عايزة تهدمه والمحمد بيقول انه عنده شخصات مختلفة وتعبان ولما محمد بيتكلم بيقوم ينفعل علشان سكته وكانغ بتكون معجبة بيه حتى لما بيجتمع بس بيرجع تاني طيب والكل بيخاف فبتكمع عشان يفحصه تاني وبيخلصوا وبيطلعوه وبيبكوا قدام الاعلام واستخوف من اهل البنت وكانغ ناوية تقتله النهاردة رغم خوف جو علشان لو غلطه تاني باي لا يقتلهم بس بتكرر تعمل ده فبيعد الوقت واللي بتطفل نور وبيتروح عشان تخرج يانغ وكانغ بتوصل بالفعل ليه وبتطلع خانجر وبتخليه خايف كتير بس هان فجأة بيزر وبيمسكها وبيرعبها والجزء بيخاصل هنا فمتنسوش اللايك واشتراك في قناة الفعل الجرز حلوين علشان يوصلكو الجزء الجاي سلام